اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية رنح فريدريخ مقدمة رنح فريدريخ مرض يتلف الجهاز العصبي ويصيب النخاع الشوكي والاعصاب التي تتحكم بحركة العضلات في الدراعين والرجلين العرض الرئيسي هو الرنح والرنح هو صعوبة التحكم بالحركات يمكن علاج اعراض رنح فريدريخ بالادوية والدعامات والجراحة والمعالجة الفيزيائية يشرح هذا البرنامج رنح فريدريخ ويغطي اعراض واسباب المرض ويتناول التشخيص والعلاجة ايضا الجهاز العصبي يسمى الدماغ والنخاع الشوكي معا بالجهاز العصبي المركزي بينما تسمى الاعصاب في بقية الجسم بالجهاز العصبي المحيطي يمثل الدماغ مركز التحكم في الجسم فهو يسمح لنا بالتفكير والشعور كما يتلقى المعلومات ويرسل الاوامر الى اجزاء مختلفة من الجسم تنتقل الاوامر من الدماغ عبر النخاع الشوكي ثم تنتقل من النخاع الشوكي الى بقية الجسم عبر الاعصاب المحيطية ترسل الاعصاب السليمة وتستقبل رسائل حول الحركة فعلى سبيل المثال ان اراد شخص رفع يده سيخبر الدماغ الذراع واليد بالقيام بذلك ترسل الاعصاب السليمة وتستقبل رسائل حول الحس او الشعور فان حرق الشخص يده خلال الطبق سترسل الاعصاب في الجلد اشارات الم الى الدماغ اذا اصبحت الاعصاب متضررة لا يصبح بمقدورها ارسال واستقبال الرسائل بشكل جيد وقد يسبب ذلك مشاكل في الحركة والحس قد يحدث الضرر العصبي في اي مكان في الجسم ومن الممكن ان تتأثر اعضاء مهمة بسبب المشاكل العصبية رنح فردريخ يدعى رنح فردريخ اختصارا ايضا بالرمز FA او FRDA وهو مرض نادر موهوث وهذا يعني انه ينتقل من الوالدين الى الطفل ويسبب هذا المرض ضررا في الجهاز العصبي ومشاكل في الحركة يبدأ رنح فردريخ غالبا في عمر الطفولة ويؤدي الى اعتلال في التناسق العضلي والذي يصبح اسوأ بمرور الوقت عند الاصابة برنح فردريخ يصبح النخاع الشوكي والاعصاب المحيطية ارقاء من المعتاد كما يتأثر المخيخ ايضا والمخيخ جزء من الدماغ يساعد على التحكم بالتوازن والحركة يسبب الضرر في الاعصاب والدماغ حركات مرتبكة وغير متلائمة كما يسبب مشاكل في الحس يسبب رنح فردريخ في بعض الحالات مشاكل في القلب والعمود الفقري وقد يصاب بعض المصابين بهذه الحالة بالدائد السكري لا يؤثر رنح فردريخ في التفكير والقدرات المنطقية برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاعراض تبدأ اعراض رنح فردريخ بين عمر خمس سنوات وخمسة عشر سنة عادة والعرض الرئيسي هو الرنح والذي يعني صعوبة التحكم بالحركات تجتمل الاعراض الاخرى لرنح فردريخ صعوبة في المشي حركات عينية غير ارادية ضحف عضلي جنف ويعني انحناء العمود الفقري من جانب واحد مشاكل في النطق يؤثر رنح فردريخ في القلب ايضا مما يؤدي الى ألم صدري خفقان قلبي ضيقي نفس يصاب معظم مرضى رنح فردريخ بالتعب سريعا وقد يلاحظون كذلك انهم يحتاجون الى زمن اطول للتعافي من الامراض الشائعة مثل الزكام والانفلونزا يحتاج المصابون برنح فردريخ غالبا الى كرسي مدولب بعد عشر الى عشرين سنة من بداية ظهور الاعراض الا ان الكثير من المصابين بالمرض بمقدورهم عيش حياة طبيعية في الحالات الشديدة من رنح فردريخ يصاب المرضى بالعجز فلا يصبح بمقدورهم رهاية انفسهم ويتعين عليهم الاعتماد على الاخرين في الحياة اليومية الاسباب رنح فردريخ مرض موروث وهذا يعني انه ينتقل من الوالدين الى الطفل ويحدث بسبب جين معيب او شاذ رنح فردريخ ليس معديا فلا يمكن ان يصاب به شخص نتيجة عدوى من شخص اخر تخبر الجينات الجسم بتصنيع مواد معينة ويمتلك كل شخص الاف الجينات وهي المسؤولة عن ظهورنا بالهيئة التي نبدو بها ولديها ادوار كثيرة في صحتنا ايضا يحدث رنح فردريخ بواسطة طفرة او تغير في جين اسمه FXN ويتحكم جين FXN في انتاج بوتين اسمه الفراتاكسن يوجد الفراتاكسن في الجزء المصنع للطاقة من الخلية واذا كان الجسم لا يمتلك كفايته من الفراتاكسن فلا يصبح بمقدوره صنع الطاقة ويمكن ان يؤدي هذا الى شدة تأكسودية تهدث الشدة التأكسودية عند تراكم السموم والجذور الحرة المؤذية في الخلايا ويمكن للجذور الحرة ان تدمر الخلايا وتؤذي الجسم تتأثر خلايا معينة بنقص الفراتاكسن وتتواجد هذه الخلايا فيه الدماغ عضلة القلب الأحصاب المحيطية النخاع الشوكي ويؤدي تلف هذه الخلايا الى ظهور اعراض رنح فردريخ يحدث رنح فردريخ فقط لدى الشخص الذي يرث نسختين معيبتين من الجين واحدة من الأب والأخرى من الأم يسمى الشخص الذي يمتلك نسخة شاذة واحدة فقط من الجين بالناقل ولا يصاب الشخص الناقل برنح فردريخ إلا أن بإمكانه تمرير الطفرة الجينية إلى طفله إذا كان كلا الوالدين ناقلان للمرض سيكون عند الطفل فرصة 25% للإصابة بالمرض كما أن أطفالهم سيكون لديهم أيضا فرصة 50% ليرثوا جينا شاذا واحدا وأن يكونوا نقله التشخيص سيسأل مقدم الرعاية الصحية عن التاريخ الطبي للطفل وأعراضه وسيسأل أيضا عن التاريخ الطبي للعائلة سيجري مقدم الرعاية الصحية فحصا جسديا حيث يفحص كل من مشاكل التوازن نقص المنعكسات فقد الحس في المفاصل علامات المشاكل العصبية يستعمل فحص دموي جيني لتشخيص رنحي فريدريخ ويظهر هذا الفحص إذا كان الطفل يمتلك نسختين معيبتين من الجيني FXN يمكن إجراء فحوص أخرى للتحقق من الضرر الناتج عن رنحي فريدريخ وتتضمن هذه الفحوص التصوير المقطعي المحوسب مخطط صد القلب مخطط كهربية القلب مخطط كهربية العضل التصوير بالرنين المغنطيسي دراسات التوصيل العصبي العلاج ليس هناك علاج شاف لرنح فريدريخ بل يركز العلاج على تخفيف أعراض المرض وقد يشتمل العلاج على الأدوية الدعامات الجراحة المعالجة الفيزيائية المعالجة المقاومة للنطق الأجهزة المساعدة قد تستعمل أدوية لعلاج الداء السكري أو مشاكل القلب الناتجة عن رنح فريدريخ يمكن تصحيح تشوهات القدم والجنف بالدعامات أو الجراحة وقد تطيل المعالجة الفيزيائية من زمن استعمال الذراعين والساقين بمقدور المعالجة المقاومة للنطق أن تساعد على حفظ وظيفة العضلات في الوجه والعنق ويمكن لذلك أن يحسن النطق والبلع يمكن للأجهزة المساعدة مثل كرسي المدولب أو مسند المشي أن تساعد الشخص المصاب برنح فريدريخ على التنقل وقد تساعد أجهزة أخرى على أداء الأنشطة اليومية إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة رنح فريدريخ مرض يطلف الجهاز العصبي حيث يصيب النخاع الشوكي والأعصاب المتحكمة بحركة العضلات في الدراعين والرجلين والعرض الرئيسي هو الرنح ويعني صعوبة التحكم بالحركات يؤدي الضرر في الأعصاب والدماغ لدى المصابين برنح فريدريخ إلى حركات مرتفكة وغير متلائمة كما يسبب مشاكل بالحس يصيب رنح فريدريخ القلب والعمود الفقري أحيانا وقد يصاب بعض مرضى هذه الحالة بالداء السكري رنح فريدريخ مرض موروث أي أنه ينتقل من الوالدين إلى الطفل ويحدث رنح فريدريخ نتيجة لطفرة أو تغير في جين اسمه FXN يتحكم الجين FXN بإنتاج بوتين اسمه الفراتكسن إذا كان الجسم لا يمتلك ما يكفي من الفراتكسن يعجز عندها عن إنتاج الطاقة يستعمل فحص دموي جيني لتشخيص رنح فريدريخ ويظهر هذا الفحص إذا كان الطفل يمتلك نسختين معبتين من الجين FXN وقد تجرى فحوص أخرى أيضا للتحقق من الضرر الناتج عن رنح فريدريخ الحمد لله حيث يمكن للمعالجات على مدى الحياة أن تساعد على تخفيف الكثير من أعراضي رنح فريدريخ شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين